الجامعات اليابانية على حفة الإغلاق وسط انخفاض حاد في معدل المواليد تشهد اليابان الآن أزمة ديموغرافية غير مسبوقة تهدد بنسف نظامها التعليمي وذلك بسبب انخفاض معدل المواليد إلى أدنى مستوياته على الإطلاق وبتت المدارس والجامعات اليابانية تواجه مستقبلا مظلما حيث أصبحت العديد منها مهددة بالإغلاق نتيجة نقص أعداد المتقدمين وحذرت رابطة الجامعات الوطنية اليابانية من أن تمويل الكليات أصبح في حد حرج حيث تعاني أكثر من نصف الجامعات الخاصة من نقص حد في أعداد الطلاب وفي ظل هذا التدهور تتزايد المخاوف من أن بعض المناطق الجغرافية قد تحرم بالكامل من مؤسسات التعليم العالي ما يشكل تهديدا كبيرا لمستقبل الأجيال القادمة ومع استمرار معدل الخصوبة في الانخفاض يبدو أن خطر الإغلاق والإفلاس يلوح في الأفق لعدد متزايد من الجامعات وقد أبدى المسؤولون قلقهم العميقة من أن الأضرار قد تصبح غير قابلة للإصلاح إذا ترك الوضع دون معالجة هذه الأزمة لم تعد مجرد مشكلة تعليمية بل أصبحت قضية وطنية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية عميقة تهدد وجود الأمة اليابانية وتنذر بانقراضها ترجمة نانسي قنقر